موسيقى كلما تيخسر بمعيد ديالعيد الفث المبارك كلما تنشوف عدد الحواج في تواصل الاجتماعي فيها أخبار على العيد فقط شي يكون ومتى يكون وأين يكون وكذلك بعد الضابط الفلكية المعقدة التي لا يفهمها الجميع باشي الناس يعرفوه كل العيد المشكلة هو أن الضابط الفلكي غير مفهومة لعامة الناس ثم أنه بعض المرات تظهروا كأنها متعاكزة فيما بينها فيشتقوا لعيد السبس وإشتقوا لعيد الجمع الغرضي بسيفتي فلكي هذا البلاغ في الكلام اللي سنتقل معكم نعطيكم عناصر باش تفهموا أولا هذه البلاغات وكيف نتصرف معها وكيف نتصرف معها إذن هناك أول الحشة الفلكيين هذين الذين يتكلمون هم تتكلمون فلكيين كلهم الشرعيين يتكلمون حتى تكونوا الفلكيين يتكلمون ماذا يتكلمون العيد السبس وماذا يتكلمون العيد الجمع سنرى ما هي العناصر التي يتكلمون عليها الفلكيين سواء العيد السبس أو العيد الجمع ما هي العناصر التي يتكلمون عليها هذه العناصر التي يتكلمون عليها إحصاء الضوابط الفلكية هذه العناصر اسمها الفلكيين ضوابط الفلكية لمعرفة هل هل يرى أو لا يرى أول هذا الضوابط ما يسمى الفلكيون لاجتماع الضوابط الفلكيين ما هو الشمع الشمع معنا ذلك هو التقارب بين الشمس والقمر يعني متى يكونوا يحلوا فلكيا العيد فاتح شوال معناها أنه الشمس تتميشي في المدار ديلها تقتع المدار ديلها سنة كلها سنة 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 تقتع المدار ديلها في شهر قمري كامل يعني قريبا من 29 يوم ونصف إذن القمر أسعر كثيرا من الشمس لما تكون في هذا السباق يدركها لأنها بطيئة مثل تقتع المدار ديلها إلا في سنة وهو سريع يقطع مداره في شهر كامل لنبدأ أن يدرك هذا القمر لنبدأ باللحظة باللحظة تسمى الفلكيون لحظة الاقتران أو لحظة الإجتماع هذه اللحظة الإجتماع هي الفلكيون تسميها بداية الشهر الفلكي هذا شهر فلكي وليس شهر فرعي ليس شهر شرعي عفوا الشهر بداية الشهر الشرعي تكون بعد يوم أربع يومين بعد ابتداء الشهر الفلكي وهذا الشهر الفلكي هو شهر استلاحي ليس شهر بلين الفلكيين استلاحي معنا ذلك بحالة نقوله أن هناك في واحد ثلاثين يوم في باية في ستعالي أو ثمين عشرين يوم أو ثمين عشرين يوم ومعشر في أكدرين يوم الفلكيين استلحوا أن هذه اللحظة لحظة الشيماع ستكون بداية ولادة الشهر الفلكي الشهر الخمري وهذا عند الفلكيين لا غير ليس عند الشرعيين الشرعيين لا يعترفون بهذا لأنهم الشرعيين يصدرون رؤيا نعود إلى الضابط الفلكي الذي يستعمل على الفلكيون أول ما يكون هو ميلاد هو لحظة الشيماع عندما يجتمع يقع الشيماع هو مبدأ الشهر الفلكي لذلك الساعة الفلكيين لا يمكن أن تشافروا الهلال إلا إذا مضى 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 المدة على ابتداء هذا الاجتماع هذه المدات يسمون الفلكيون عمر الهلال هذا الضابط الأول لأنه يجب أن يكون عمر الهلال لأنه يجب أن يكون الهلال أزداد في الطرح الفلكيين الضابط الثاني هو قوس النور قوس النور هو المسافة القوسية الفاصلة ما بين الشمس والقمر كلما كان الشمس بعيداً على القمر كلما كان الشمس متقمر متبعاً كلما تسهلوا عياتهما الضابط كذلك يتعبوا الفلكيون هو ارتفاع القمر عندما تغيب الشمس عندما تغيب الشمس إذا كانت القمر مرتفعاً فهو يدخلوا في الزحام مع أضواء الشفاق ولا تبقنوا عياته كذلك يتعبوا الفلكيون كذلك ارتفاع الهلال كذلك يتعبوا الفلكيون مكتو الهلال مكتو الهلال مكتو الهلال هو مدة زمنية التي يبقى فيها القمر بعد غروب الشمس وكلما كان المكتو كبيراً كلما سهلت عياته إذا وعد الفلكيون وضعوا الصلاحات لهذه الكلميات يبدأ أن يكون عمر الهلال أكثر من 48 ساعة لا بدأ أن يكون هناك مسافة بين الشمس والهلال 10 درجات لا بدأ أن يكون مكتو الهلال 48 دقيقة وكذلك هناك بعض الضابط الأخرى هي سنوية ولكن هذه الضابط التي اعتبرها الضابط الكبرى التي اعتبرها الفلكيون نعود الآن إلى هلال ما هو البدات هالهلال البدات كل هالضابط غير كافية لعية مثلاً عمر الهلال 14 ساعة منفروض أن يكون عمره على الأقل 24 ساعة وعلى مديره لا يكمل 16 ساعة قوص النور تحتاج إلى سبعة درجات هذا هلال يكون قفل قوص النور بين الشمس أقل من خمسة درجات أقل من خمسة درجات مكتو الهلال يمكن قليلاً جداً لا أذكر يمكن يمكن أن يكون هلال يرى أن يكون مكته حوالي 48 دقيقة إذن أي من ترحج من هذه الضوابط ممتفر لا مكتو ولا قوص النور ولا عمر الهلال ترحج من تفر في هذا الهلال يوم الخميس بعدما تشلس في أي مكان من العالم العربي والإسلامي هالضوابط كلها ممتفرش الفلكيين كلهم يجمعون أن الهلال يجمعون أولاً على صحتها الضوابط ممتفقين على مكتو الهلال وخصنوع إلى آخر ولكن بعض الفلكيين في استعمال هذه الضوابط من حكوموا برؤية من حكوموا بعد مرؤية وهذا هو وجه الاختلاف من الفلكيين من يقول مثلاً من ثلاث ساعة أو 24 ساعة هذا هو وجه الخلاف بين الفلكيين الخلاف بين الفلكيين ليس خلاف حسابي ولكن الخلاف هو السنطاق هذه الضوابط إنما الفلكيين جميعاً يقولون أن يوم الخميس لا تمكن رؤية مشاهدة له له وهذا مؤكد عليه بالعين مجرد من سعي أنحاء الموطن العربي ولكن هناك بعض الفلكيين يقولون إذا استعملنا تلسكوب إذا استعمال منذ المكبر يمكن أن نراه وهذا صحيح هذا وقع كثيراً وهذا صحيح هذه هذه الشروحي لعلامة تكون أفدتكم في رؤية اليال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر